التقى وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود الاثنين بولاية طارف الحدودية مع تونس التقى نظيره التونسي بتوفيق شرف الدين في طارية تحذيرات الجارية لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين أمام المسافرين بداية من الخامس عشر جويل الجاري وجرى اللقاء بالمركز الحدودي بيمطبول أين تم الوقوف على جاهزية إعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر وتونس تطبيقا للقرار المشترك للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وناظره التونسي قيس سعيد